أفدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني أن نحو 30 مستوطناً هاجموا قرية بيت فوريك شرقية مدينة نابلس في الضفة الغربية وأضرموا النار في مبانو وسيارات وأفدت مصادر محلية أن عدداً من المستوطنين قدموا من مستوطنة ألوموري المقامة على أراضي البلدة واعتدوا على منازل مواطنين على أطراف حي الضابط من الناحية الشمالية الغربية من بلدة بيت فوريك وأضرموا النيران في منشأة زراعية بالإضافة إلى مركبتين ما أدى إلى احتراقها بالكامل وقد اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والمستوطنين وأجبروهم عن الانسحاب فيما قدحمت جبات عسكرية إسرائيلية البلدة تزامناً مع الهجوم وأمنت خروج المستوطنين من البلدة ينضم إلينا من محيط حاجز بيت فوريك شرقية نابسة صحفي ليت جعار ليت حدثنا أكثر ما الذي جرى نعم يعني رولا منذ قرابة ساعة ونصف الساعة من الآن مستوطنون هاجموا بلدة بيت فوريك من مستوطنة ألوموري المقامة على أراضي البلدة عدد من المستوطنين هاجموا مزارع الفلسطينيين أثناء عملية قطف الزيتون في الأجزاء الشرقية وكذلك الشمالية والغربية من البلدة وقاموا بإدرام النيران بمركبتين ومنشأة زراعية فيما تصدى المواطنين لهم بالحجارة ما أدى إلى رجوع المستوطنين إلى محيط المستوطنة ومن ثم أعادوا مجدداً الهجوم نحو البلدة وقاموا برشق عدد من المنازل ورشق المواطنين بالحجارة هاجموا مركبات الفلسطينيين عند حاجز بيت فوريك الذي قام جيش الاحتلال بإغلاقه على مدار ساعة ونصف الساعة ليفتح قبل لحظات قليلة فقط ويسمح لعشرات المركبات التي كانت عالقة في هذا المكان بالدخول إلى بلدة بيت فوريك هنا لربما نشاهد حاجز العسكري الإسرائيلي الذي يربط مدينة نابلس بالأجزاء الشرقية من بلدة بيت فوريك وكذلك بلدة بيت دجن على طول خط المستوطنات مستوطنة اللوموري وكذلك مستوطنة اتمار الجاثمة على هذه الأراضي هذا الحاجز إذا ما أغلق يمنع ما يزيد عن ثلاثين ألف مواطن من الدخول أو الخروج إلى بلدتي بيت فوريك وكذلك بيت دجن التي تشهد أصلا منذ السابع من أكتوبر اعتداءات متواصلة ومتزايدة من قبل المستوطنين الذين أقاموا عدة بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين ومنعوا الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم قبل قرابة نصف ساعة عند هذا الطريق وما يطلق عليه بخط ألوموري قام مستوطنون وثلاثة مركبات تحديدا من تقل المستوطنين بالنزول إلى الطريق وضرب مركبات الفلسطينيين بالحجارة ما أدى إلى وقوع أزمة خانقة على هذا الطريق ليسمح بعدها للفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الذين قاموا بإغلاق الطريق وبمرور هذه المركبات لكن هناك صعوبة حقيقة رولا في الدخول أو الخروج إلى البلدة هناك تفتيش متواصل من قبل جنود الاحتلال الذين يتواجدون على هذا الحاجز وكذلك اعتداءات على بعض الفلسطينيين من تنكيل وتخريب لممتلكاتهم هذا الطريق الذي ربما تشاهدونه هو خط ألوموري الذي يصل إلى مستوطنة ألوموري المقامة على أراضي الفلسطينيين والتي التهمت عدد كبير من أراضي الفلسطينيين قبل أسابيع كان هناك تصريحات من قبل بيتسال إيل اسموتريش والذي فرض مصادرة لعدد كبير من الدنومات لصالح إقامة هذه البؤرة الاستيطانية التي تظهر في الصورة وهي مستوطنة ألوموري التي يحاول جيش الاحتلال توسيعها وشرعنت مناطق أخرى وبؤر استيطانية في محيطها وربط خط متواصل ما بين مستوطنة إتمار بمستوطنة ألوموري بعدد من المستوطنات الواقعة والجاثمة على أراضي الفلسطينيين شرقية مدينة نام الاستيطانية ذلك ضمن التحريض المتواصل سريعا ليس عندما تتكرر هذه الممارسات من قبل المستوطنين ما هو المطلوب من الفلسطينيين أصحاب المنشآت الزراعية أصحاب المركبات والسيارات ما الهدف من ذلك بالنسبة للمستوطنين نعم الهدف الرئيسي من قبل المستوطنين والذي يقومون به حقيقة هو منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم نتحدث عن مئات الدنومات اليوم هي أصبحت مناطق صعبة للوصول إليها وكذلك يمنع الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون فيها نتيجة حجمات المستوطنين ومنع جيش الاحتلال بحجة أنها تقع في محيط مواقع عسكرية لكوات الجيش فبالتالي يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها الهدف من ذلك هو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم منعهم من الوصول إليها فبالتالي يسعى جيش الاحتلال بعدها إلى البسط السيطرة عليها وتحويلها إلى بؤر استيطانية ومجمعات للمستوطنين